لا يحتسب الاستغفار كذلك أيها الأحبة حماية وحصانة سياج للمؤمن يحفظه هذا الاستغفار أن الله تعالى يجعل المستغفر في حماية دائمة حتى أن العلماء يسمون الاستغفار الأمان الثاني والأمان الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فهو الأمان الثاني وقد روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه كان يقول قد كان في الأرض أمانان وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فالتزموا به وتمسكوا به أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الأمان الثاني فهو الاستغفار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الاستغفار إذن إحاطة بالمستغفر يعني هو في سياج هو في أمان هو في حصانة حتى كان الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه يقول لو نزلت ساعقة من السماء ما أصابت مستغفرة وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه يقول عجبت لمن يهلك ومعه النجاة قال وماذاك يا إمام؟ قال الاستغفار فالاستغفار هو الذي يرفع البلاء عن الناس عن المستغفرين عن الذين يكثرون من الاستغفار في العشي والإبكار هكذا يكون حالهم حال تأمين حال حصانة وينقضهم من وهدة أنفسهم ومن البلاية التي قد تنزل بسبب الذنوب كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة والاستغفار هو علامة التوبة علامة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إلا أن الاستغفار أيها الأحبة ليس خاصا بالمذنبين أو هو محصور على العاصين وإنما هو لكل مؤمن مخلص المترجم للقناة